في وقت غرور الإنسان وظهر في وقت غرور الإنسان الإنسان بيزرع قلوب الموتة في أجسام الأحياء ويمشي على الأمر ويبعد سفن للمريق والزهرة والمشتري أورانوس ونبتن وبيعمل هندسة ورسية يخلق فيها وظائف جديدة الميكروبات ويعمل لأطفال الأنابيب الله ده إيه در بقى وبعدين بلغ من قدرته في المدن الكبيرة أنه يمشي على كيفه بقى وبعدين يبتدي يتمرد على قوين لا هي والأعراف والأخلاق ويه ويه الأخر لا وقف عندك بقى حوريك بقى ربنا بيقوله طب أدي فيروس زغيره اقدر عليه بل أنت قادر بقى فهي فعلا فعلا من أفعال التحدي أولفت النظر وده رحمة بره رحمة من ربنا عشان الحكاية ما يزودوش فيها أو يعني وبعدين بيقدم لهم إيه ده بيروس عبارة عن شيء لا يرى وبعدين هذا الشيء ده ما هوش حيوان ولا مش عارف ده ما شوية مادة محطوطة في غلاف بس ما فيش غير كبير وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول بطريقة أخرى أن الصحة بيعلمنا يعني من خلال الحكاية دي أن الصحة ليست أمر رتيب عفوي أبدا الصحة نتيجة نظام أنا عامله نتيجة تقنيات في الجسم ونظم دفاعية وخلايا مناعية بتديك هذه الصحة نتيجة معارك أنت متدرش به تبقى ماشي في الشارع مبسوط وبتلعب بينما في معركة جواك انهزم فيها المكروب وفازت الصحة فالنتيجة أنك انت زي الملك عمال بتلعب مش داري أن فيه نعمة حصلت طول الوقت يعني الصحة ما بقتش بقى يعني مطرف فاكت يعني أمر كده رتيب عفوي بيحصل من نفسه لا ده بيحصل بتدخلي أنا أنا يا ربنا بيقول أنا رب العالمين أنا اللي عملت ده فيك حطت هذا الجهاز المناعي بحيث أن تحصل جواك معارك وانت متدرش به لكن في النهاية انت توقز كل يوم من ملايين وآلاف الأخطار اللي كان ممكن توديك في ده بدليل شوف بقى المرض ده بعد ما يتهدم المناعة شوف بيجرأ إيه بقى توسط بقى الجسم يطلع في ده مامل وخراريج وقرحه وبإسهال يقضى عليه وإنفلوانز يجيب أجله مصايب يتحول الجسم إلى مزرعة ميكروبات أنا بقى عند حاجة يمكن أهم من دول كلهم هو التركيب العجيب للفيروس ده أنا الفيروس ده مالوش لدماغ ولا رجلين ولا الدين ولا هو خلية ولا هو بروتو وبعدين إزاي بقى له هذه الصفات دي دليل على إن هذا الميكروب أو الفيروس خطت له وتبرمج وأعد سلفا لهذه الوظائف التدميرية وعشان كده رمي بيجي الجماعة الأمريكانية يصفوا هذا الميكروب بإنه زكي أمكر ميكروب عرفنا ده وصف غلط زكي إيه ولا زكي إيه وماكر إيه وده هي حتة مادة جوه وغلاف فربنا بيضرب أمسنا قال لك ده الأنبياء التوعي لما سيدنا يوسف اهتدى إلى الحيلة اللي ياخد بها أخوه بإنه قال لهم يحطوا المكايل الدهب في البضاعة بتاعت الأخوه بعدين الناس بهم الحراس صار يقول وكذلك كدنا ليوسف وكذلك كدنا ليوسف يعني أنا اللي مكرتله ده مش حيلة يوسف ده أنا بقى وكذلك كدنا ربنا بتكلم وكذلك كدنا ليوسف يعني الحيلة دي أنا اللي حيلتي أنا ومكري أنا نفس الحكاية برضو في سليمان لما أفتى بالفتوى اللي هي تدل على فقه عظيم وكده فربنا بيقول ففهمناها سليمان بيقول أنا اللي فهمت يعني مش هو رجل يعني ومفتي وكذا لا لا ده أنا ده ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم أي الناس يعني أو المتقرة تعجب بنت إبراهيم إيه ده عبقاري ومربنا بيرد يقول لا لا ده حجتي أنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه بول الأنبياء بقى فما بال الناس العاديين فما بالفيروس يقولوا عن الفيروس زكي زكي يعني تعليق غير معقول من الجماعة الأمريكان والعلماء يقول لك ده فيروس زكي ده ماكر ماكر منين ولو عقل ولا لؤدين ولا رجلين ولا دماغ ولا جهاز عصب مركزي ده مفيش ده إيه مجرد مادة عضوية اللي هي ريب يوكليك أسد محطوطة في غلاف زكي إيه بقى يبقى لا إفهموا جد بقى إن هذه المادة أو هذا الفيروس أعد خطط له البرمج وإنه معد سلف من ده الحكاية ده فعل إلهي مش زينا هي الغريبة إنه ما وصلهم شلفة النظر ده مع إنه واضح يعني مش معقول يكون الفيروس زكي زكي ده إيه إيه اللي زكي ده ما نقولش الفيروس زكي نقول نحن بنشهد تحدي إلهي ده توصيف الحقيقي والغريب إنه هم مش عاوزين يقوله كده مع إنه الواقع إنه نحن نشهد تحديا إلهيا في عصر الغرور والتبجح والإنسان اللي بيقول أنا بعمل وأنا بسوي وأنا بحط رجل على الأمر ورجل على الزهرة وأنا هروح أركب سفن الفضاء وأملك الكون فإحنا بنشهد تحدي إلهي لغرور الإنسان وربنا يحفظنا ويحفظكم من الغرور ويهدينا دائما بالفطرة وبالإيمان إلى الاستقامة الجماعة العارفين بيقولك الاستقامة هي أكبر كرامة وإلى حلقة قادمة